السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقريبا أغلب اللي بترحم على سيد القمني يا ملحد وخاف الأمر ده لزوم شوية الأبلسة اللي أوصى بيهم سيد القمني أو نصراني أو واحد مش فاهم وبيسمع كلام الإعلام وخلاص فلو ملحد يبقى دعي للطبيعة ترحمه بقى وتعمل اللي هي عايزة معاه ولو انت واحد مش عندك معلومة باللي كان بيقوله سيد القمني وبتسمع كلام الإعلام وخلاص لإرجع لعشرات الحلقات سواء أنا اللي عملتها أو محمود داود أو بعمر الباحث أو الإخوة الكتير اللي عملوا حلقات فقط لإضاح ما كان يعتقد به سيد القمني وما كان ينادي به سيد القمني عشان بس يبقى عندك معلومة قبل ما تترحم عليه أو النوع الثالث اللي هو نصراني فاسمع الحلقة دي بقى كويس وقبل ما وجه رسالتي لكل نصراني بيترحم أو بيقول الكاتب الكبير أو بيقول أي حاجة متح في هذا الشخص هوجه رسالة عامة مع سماعك للحلقات التانية للإخوة الأفاضل والحلقات اللي أنا عملتها اسمعوها واسمعوا الحلقة دي كمان عشان تبقى بس الصورة واضحة قدامك لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل جرس وقت التعليل لو عندك ولو عايز تدعمنا عشان نخلص ان شاء الله دي كوري الجديد اللي طول معنا شويتين واللي شغالين فيه حاليا رابط البترون والبيبال أسفل الفيديو في علامة انتساب برضو أولا أنا ليس عندي شكل ان سيد القمني حرامي في كل شيء حتى نقضه للطورة نقض قديم مفهوش أي تطوير ولا أي جديد ولا أي مرجع جديد مثلا بيرجع له ومسألة ان هو حرامي دي حتى ظهرة في الدكتوراء اللي هو زعم ان هو خدها مجرد ورقة من جمعة وهمية أو بتتعمل بفلوس مش أكتر من كده حتى لما راح يكتب على قبره كتب جملة سريقها أصلا وغير فيها عشان بس الشكل العام مش أكتر هو كاتب على المقبرة بتاعته ان الذين ماتوا قد نجوا من الحياة بعجوبة اللي هي جملة ملهاش محل من العراب ما هو اللي مات خرج من الحياة إيه الجديد؟ إيه اللي انت قدمته للبشرية يعني بالجملة اللي ملهاش 30 أي لازمة دي لكن في الحقيقة ان الجملة دي هو أصلا سريقها من شاعر فلسطيني اسمه محمود درويش وهو ده صاحب المقولة اللي بتقول جميع أو كل الذين ماتوا نجوا من الحياة بعجوبة طب بلاش دي خد التقيلة مش بنت السفيه نشرت على صفحتها وصيته ان هو كان بيقول لا تجعلي شيخا يطلق الطرهات على جسدي في لحظة لا أستطع فيها الدفاع عن نفسي وهي نفسها راح تتبأ ان تمت الوصية فوق الكلام ده طب إيه رأي كان الجملة دي كمان مسروقة الجملة دي مسروقة من شخص اسمه فريدريك نيتشا مات سنة 1900 ميلادين يعني حتى واحد قديم مش جديد وبيقول زي ما نقل موقع ووكيبيديا ان هو وقت مرض الراجل ده قال له أخته إذا ما موته نفس الجملة يا أختاه مش يا بنياتي لا تجعلي أحد القساوسة مش أحد الشيوخ يطلق علي أو على جسدي بعض الطرهات في لحظة لا أستطع فيها الدفاع عن نفسي هو بس غير حاجة بسيطة لما قال شيخا والراجل أصلا بيقول قساوسة وغير برضو لما قال يا بنياتي ما قالش يا أختاه احقاها للحق يعني هو الراجل بس إيه حتى التوتش بتاعه لكن بقى الجملة نقل مصطرة يعني حتى حرامي في الجمل اللي أوصى بيها ودي رسالتي لكل مؤيد له بغض النظر عن دينه وممكن ترجع بقى للحلقات اللي احنا عملناها أما بقى رسالتي للنصران اللي بيقيده وده لفت نظري واستغربته جدا هو كمية الترحهم عليه من النصارى فحبيت أعمل المقطع ده كهدية ليهم شخص يزعم ان هو متنصر وهو أصلا خارج من مصر وكان عليه قضية كتب عن القمني على صفحته ووصفه ان هو أحد الأهرامات وانهالت وقتها تعليقات النصارى للترحم عليه على سيد القمني واللي بيصف فعلهم ده أو بيعارض ترحمهم على سيد القمني بيصفوه بالدواعش وتلاقي واحد يصفه بفارس التنوير والسلام والتاني يقولك لروحه والسلام والدقي والويلي وعتى برامسيس أنا شخصيا مش عارف هم بيترحموا عليه كيت فينا في المسلمين ولا عشان فعلهم بيحبوه فأنا حابب ألفد بقى نظرهم ان سيد القمني وصف السيدة مريم أم الله بحسب كلام الكاثوليك والأرثوزوكس وأم المسيح بحسب كلام البرتستانت بالعاهرة وإن يسوع هو ابن زنة والكلام ده قاله في كتابه الأسطورة والطراف تحديدا صفحة 157 قال فيما نصه كما أن في الكتاب المقدس سفرا لا يتسموا بأي صفة دينية وهو نشيد الإنشاد إيه ده ده انتوا بتقعدوا تهجمونا عشان بنتكلم عن نشيد الإنشاد دلوقتي بتطبله لسيد القمني ماشي هو نشيد الإنشاد للنبي الملك سليمان وهو مجموعة من هزليات جنسية يعني بيقول إن ده غزل جنسي بحت تشير إلى نوع من تقوص الجنس المقدسة التي عرفناها في عبادة إثالوت كما أكد ديورانت أن العهر المقدس ونظام المنظورات كان طقصا يمارس في هيكل بني إسرائيل العهر المقدس ده هنرجع لكتاب ويل ديورانت اللي هو قصة الحضارة ونشوف إيه هو المقصود بالعهر المقدس وكان ضمن المنظورات تلك الفتاة اليهودية التي أخذت في المسيحية بعد ذلك دور الأم وعرفت باسم الإله مريم في الديانة المسيحية والتي أنجلت الإله الإبن يسوع المسيح يعني القمني شايف إن مريم مارست العهر المقدس مارست معه الرزيلة تحت شعار العهر المقدس وسيد القمني أحلنا لكتاب قصة الحضارة اللي هو بيقولك يعني عشان تفهم يعني إيه العهر المقدس ارجع لكتاب قصة الحضارة بتاع ويل ديورانت اللي شرح فيه يعني إيه العهر المقدس نرجع بقى لكتاب قصة الحضارة الجزء الثاني صفحة 229 تحت عنوان انفصال الدين عن الأخلاق العهر المقدس لو كتبته حتى العنوان ده الواحده في جوجل هتلاقوا الكتاب مفروض لو الصفحة مختلفة في عدد طبعاته وأهم ما يلفت نظر المراقب الأجنبي في حياة البابليين تلك العادة التي تعرفها من وصف لها في إحدى صفحات هيروديت أفائعة الصيط ينبغي لكل امرأة بابلية أن تجلس في هيكل الظهرة أو الظهرة مرة في حياتها وأن تضاجع رجلا غريبا وبعد كده بيقول وتختارج جميع النساء ممرات مستقيمة متجهة في كل الجهات ثم يمر فيها الغرباء ليختاروا من النساء من من يرتضون فإذا جلست امرأة هذه الجلسة كان عليها ألا تعود إلى منزلها حتى يلقي أحد الغرباء قطعة من الفضة في حجرها ويضاجعها في خارج المعبد وعلى من يلقي القطعة الفضية أن يقول أتضرع إلى الإلهة ملت أن ترعاكي ومهما يكن من صغر القطعة الفضية فإن المرأة لا يجوز لها أن ترفضها فهذا الرفض يحرمه القانون لما لها في نظرهم من القداسة يعني باختصار العهر المقدس اللي بيتكلم عنه سيد القمني وبيقول أن مريم عملته هو زنة مقابل المال يعني بيتام السيدة مريم عليها السلام أنها زنت مقابل المال النصارى اللي بيترحمه على سيد القمني أو حتى شايفينه باحث قوي وجامل زحليع على رأي محمود داود لو شايفين أن مريم عليها السلام كانت بتمارس العهر المقدس لمن يدفع لها برحككم أنت شايفين كده اترحموا عليه ولو بتعملوا كده كيد في المسلمين فأنتوا كده بتروجوا الأفكار اللي بتشكك في أم الله في إيمانكم مريم عليها السلام وهو في الأول وفي الآخر شخص بيشكك في الأديان عموما دا موضوع الرئيسي وعلى فكرة سيد القمني شكك في السيدة مريم من منظور مسيحي كتابي مش منظور إسلامي واستهزأ بالله سبحانه وتعالى ورسله كلهم وشكك في كل الأنبياء وشكك في كل الكتب سواء الكتب المسيحية أو اليهودية أو الكتب الإسلامية صحيح أن أغلب كلامه عن الإسلام دا لأنه بيدفع له فلوس يعني عشان يعمل الكلام دا لكن دا لا يمنع أنه ضد الأديان كلها وكان بيشكك في الأديان كلها مريم أم الله في الإيمان المسيحي مهم وإن كان فرعي أما الموضوع اللي يمكن رئيس شوية بالنسبة للنصارى وهو في نفس الوقت أصل الديانة المسيحية كلها مسألة أن التوراة وطبعا معها الإنجلي يعني بطبيعة الحال أخدت من الأساطير الوثنية وده بكل وضوح صرح بي سيد القمني في آخر لقاء لهمها مع إبراهيم عيسى واللقاء دا ترفع بعد موت سيد القمني بيوم واحد مع الأسف الشديد أنه الأديانة الإبراهيمية يعني تعاني من مشاكل عدة يعني أول حاجة بيعملوها هو كلام في سفر التكوين التكوين تم الكون إزاي في الزياء الكون تم إزاي فالتوراة فيها كلام شديد البداية موغل في بداياته وقال الإسلام خد الكلام دا ما قبل الإسلام هيب عندي مباشرة للتوراة والأساطير الرافذين القديمة اللي أخذت عنها التوراة والإسلام جاء وأخذ عن التوراة أيضا بس هو روحة الإبراهيم الأول فلو أنت مؤمن بأفكاره عشان كده بتشجعه تمام بس خليك فاكر أنك لو بتترحم عليه يسوع نفسه قال في إنجيل مرء الستاشر ستاشر من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن فالمفروض أن يسوع يقول لكم في إنجلكم أن اللي مش هيآمن ولا هيتعمد هيدانوا طبعا سيد القمني لا آمن ولا تعمد فالسامعون أي السامعون المؤمنون العاملون يحيون طب دول لا سامعون ولا عاملون ولا مؤمنين يبقى ميتين يبقى إذن لا نجذب على المسلمين ونقول لهم أنتوا حتخلصوا مش مشكلة خليكم في إسلامكم لا من يبقى في الإسلام ويرفض المسيح هو أهالك تماما بنصوص قالها المسيح له كل المجلس صراحة بل كان بيسخر وبيطعن في إلهكم وفي أم إلهكم فإزاي بتتمنى له الرحمة والإله في إيمانك قال إنه هو هيدان أنا خلاص التعليق أتمنى نشر الفيديو في السوشيال ميديا ولا تنسوني من صالح دعائكم لو مهتم محتوى القناة أعمل اشتراك وفعل جرز لأن أنا للأسف لقيت إن فيه كتير قوي من اللي بيعلقوا مش مشتركين أصلا في القناة ولا تنسوني من صالح دعائكم ولو عايزين تدعمونا رابط البترون بيبال أسفل الفيديو أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة